تخصص جامعة الخليج العربي سلسلة فرق بحث علمي لطلبتها الدارسين تخصص الطب فيقومون بالدراسات النظرية والميدانية وذلك من أجل بنائهم علميا ومعرفيا ومواكبة كل ما يستجد في عالم الطب من أجل تطوير هذا المجال بمملكة البحرين الزميل صالح يوسف والتفاصيل يواصلون الليلة بالنهار يجدون ويزرعون كي يجد ويحصد غيرهم الطباء المستقبل بجامعة الخليج العربي وبمختلف تخصصاتهم من أجل مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب الحديث يعملون ضمن أفريقة تعنا بالبحوث الميدانية من خلال التجارب العلمية والاستكشافية وطرق تطبيقها على أرض الواقع ولربما فريق الجهاز العصبي العلمي بالجامعة إحدى نماذج ذلك الفريق البحث الطلاب اللي أنا أشرف عليهم لوحدي لأنه هناك أساتذة أخرى يشرفون أنا تقريبا عندي خمسين طالب يشتولون على بحوث عديدة الطلاب نحن نريد نحاول نخلي بيهم نزرع بعدهم فكرة البحث وكيف يستخلصون الفكرة ويجون بأفكار حتى لو نعرف أنه شلون يسوون البحث بس نريد هم يكتبون البحث هم يقولون شنو التست اللي نسويها وبعدين يجون هم يطبقون بإيدهم نريد أن الطلاب نستنبطون نريد أن يكون عندهم مثل خاصية أنه يبحثون عن السؤال ويبحثون عن جواب هذا السؤال وعبر تسليط الضوء على عوالم أخرى واستثمارها في دراساتهم يقوم هذا الفريق بالتعرف على ما ينفع البشر من غير البشر الانيمال هاوس يمكن هو الوحيد الانيمال هاوس في البحرين في جامعة الخليج العربي أن نكاثر به الحيوانات المختبرية اللي هي يعني شفته فيران وجرذان وأرانب وحيوانات أخرى الغرض من عدها أنه نحاول أن نسوي أمراض ونشوف نجرب عليها حقاقير مختلفة حتى نشوف إذا تفيد من الممكن أن نسوقها على الإنسان ونشوف شون التغيرات اللي هي لأنه هم يعني كلنا احنا نعتبر من اللبائن يعني اللي يصير عندهم هو يصير عندنا مشاركات خارجية وإنجازات نالها فريق الجهاز العصبي تضاف لهذه الجامعة ولمملكة البحرين أيضا حصنا على جائزة أحسن بحث صار في البحرين سنة 2015 حصنا على ثلاث جوائز اللي هي الجوائز الثلاثة اللي صارت في مؤتمر البحوث الطبية اللي صار بالبحرين واللي سويتها الجامعة الإيرلندية حصنا جائزة أحسن بحث في المؤتمر الأوروبي لعلوم العصاب وعدنا تقريبا أكثر من ثمانية بحوث نشرت في مجلات عالمية يعني خلنقل رصينة اللي هي تمثل مثلا المجمع الأوروبي لعلوم العصاب أو مجلة المجمع الأمريكي للعلوم العصابية فهذه كلها نشرت في هذه الأماكن مئات من الطلبة في عدة فرق يشمرون سواعدهم تحت إشراف مباشر من كوكبة من المختصين والباحثين فيمارس الطالب شحده للعلم وذلك لتطوير بنائه المعرفية لتخريج جيل من الأطباء من ذوي الكفاءة تعمل جامعة الخليج العربي في توظيف ترجمة نانسي قنقر